يعني احنا ما شفناش هذا المستوى من المعلوماتية اصلا هي قصة كلها قصة معلومات عندك معلومات يبقى حتقدر تتكلم مظبوط عندك معلومات يبقى قرارتك حتبقى مظبوطة فيما صارها الصحيح تاني حاجة احنا جماعة فجئنا برئيس دايما يذكر الله في كل عمل يعمله ويحمد الله على كل نجاح وينسب لله كل فه سمعت يا مولانا هو بيقول النهاردة ايه بيذكر الآية ففهمناها سليمان ان الفهم ده من عند الله سبحانه وتعالى يعني رئيسك له علاقة بالله او باختصار شديد نقولها لكم بالبلد كبيرك له كبير كبيرك اللي هو رئيسك يعني له كبير بيخاف من الله بيذكر الله بيسبح الله شوف انا مش دعوة بطن القلوب دي ملك الله لكن انا لي العلاقة باللسان ولذلك انما الاعمال وبالنيات ديت علاقة بينك وبالربنا انما انت بالنسبة لي انما الاعمال وبالاعمال بتقول ايه انت بتذكرني بايه تالت حاجة خدنا بلنا منها انه رئيس بيسمع للجميع وبيحاول رجل شارع وبيسأله انت عايش ازاي مرتبك كام عندك اولاد قد ايه ربي حاجة عندنا رئيس زي منتوا سمعتوا كده حضراتكم وبونتها الصراحة ما عندوش سقف للطموح عندو طموح لا نهائي عاوز البلد دي تكون اعظم بلد اكبر بلد اضخم بلد اقوى بلد ام الدنيا وقب الدنيا عاوز البلد تسلم للاجيال القادمة بشكل خالص وبشكل واضح وبشكل سليم وبشكل مفهوش اي نوع من انواع اللابس الكلام ده كلام مهم جدا احنا الحقيقة شفناه ولمسناه من كلامه ومن فعله ومن فعله قبل كلامه هو موقفش معانا الفترة دي كلها قبل كده الفترة دي بالكامل اللي الرئيس وقف فيها على رجليه بيكلمكم من غير لورق ولا قلم كلام من القلب الى القلب وينقش كل وزير بارقام وبدوال وبإحداث وبمناسبات وبقرارات ده كلام احنا ما شفناهوش قبل كده احنا ما شفناهوش قبل كده احنا ما شفناهوش قبل كده